في هذه الفقرة العملية سنقوم باستخلاص النموذج الديناميكي المصغر للمفاصل الأربعة كل على حدة كعنصر تباطؤ من الدرجة الأولى PT1 واختباره مع الروبوت المحاكاة لنتمكن من التحقق أن البرامترات أو المعاملات الممثلة لعنصر التباطؤ من الدرجة الأولى PT1 التي استخلصناها تؤدي إلى أن يطابق النموذج الديناميكي المصغر لنا نموذج الروبوت المحاكاة عند نقطة العمل المذكورة والتي تمثل القيمة العطالية الأعظمية للمفصل المدروس بداية البرنامج مشابهة تماماً للبرامج الموجودة في الجلسة الأولى والثانية الاختلاف هنا يتم في السطر المخصص في السطر 49 في البرنامج session3.m ومن خلاله سأختار الرفارية الفاريانت أو المتغير بالنسبة لي المسمى روبوت نودل تسيموليت بالرقم واحد سأسند له القيمة واحد والتي تعني في الأعلى أنني سأختار الفاريانت أو المتغير روبوت جوينت وان تورك أكتويتد وذلك لأنني أريد أن أعطي إشارة عزم دوراني للمفصل الأول على أن أعطي إشارة موقع لباقي المفاصل كما ذكرنا أيضاً في الجلسة الأولى وطبعاً البرنامج المطابق لذلك هو Reduced Model PT1 Joint1.slx إذا قمنا بفتح هذا البرنامج فإننا نرى طبعاً لدينا في المنتصف بداية نموذج الروبوت المحاكى الموجود في المكتبة Library لدينا أيضاً من الجلسة الأولى ويدخل كما أسلفنا إليه ست إشارات هي أربع إشارات للمفاصل الأربعة وإشارة خاصة بالـ End Effector أو المؤثر النهائي ولكن هنا في حالتنا فإن إشارة الدخل ستكون عبارة عن إشارتين الإشارة الأولى هي الاستجابة الواحدية أو Step Torque للعزم الدوراني كدخل والإشارة الثانية ستكون عزم الجاذبية الأرضية أو Gravity Torque والذي تم إضاحه أيضاً في الجلسة الثانية عند شرح النموذج الديناميكي بالحالة الطبيعية عند عدم وجود تأثير جاذبية الأرضية على المفصل فأستطيع أن أقارن النموذج الديناميكي المصغر من الروبوت المحاكمة عن نموذج الديناميكي المستخلص فقط باستخدام إشارة الاستجابة الواحدية Step Response ولكن في حالتنا يجب أن نزيل عزم الضجيج كي نتمكن من استخلاص النموذج الديناميكي للمركبة العطالية فقط والضجيج في حالتنا هنا يمثل مركبة الجاذبية الأرضية لهذا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار طبعا نشاهد في الجانب الأيمن بالأعلى راسم الإشارة الذي سيقارن بين خرج الروبوت المحاكة عندما نطيه إشارة الاستجابة الواحدية وبين الخرج الذي قمت بكتابته بشكل تقريبي لعنصر تباطئ من الدرجة الأولى Pt1 بحيث يطابق تقريبا الخرج الناتج عن الروبوت المحاكة وعندئذن يمكننا اعتبار تابع التحويل هذا أو Transfer Function هو التابع الذي يمثل النموذج الديناميكي المصغر للمفصل الأول ولا ننسى أن النموذج الديناميكي المصغر تكون إشارة دخله عزم دوراني وإشارة خرجه سرعة المفصل وليس موقع المفصل هذا الافتراض الذي تم افتراضه بالقسم النظري وبالنسبة لنا Joint One Worst Case تعني الحالة الأسوأ بالنسبة للمفصل الأول أو الحالة المقابلة لعزم العطال العظمي بالنسبة للمفصل الأول إذا شغلنا عملية المحاكات نلاحظ الحركة في Mechanics Explorer تكون فقط بالنسبة للمفصل الأول وأما بالنسبة لرسم الإشارة فنلاحظ أيضا أن كلتا الإشارتين Velocity System وهي الإشارة الزرقاء الآتية من خرج الروبوت المحاكى وVelocity Identification وهي الإشارة البرتقالية الآتية من النموذج الديناميكي المصغر تقريبا متطابقتين ووفقا لهذا الافتراض يمكننا القبول بأن هذا النموذج هو النموذج الديناميكي المصغر للمفصل الأول وبناء المتحكم لاحقا بناء على هذا النموذج الديناميكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر